الايد دي واضح ان فيها كواليس خطيرة ومهمة صح? انا معدت كده بغمود في الاول يبقى انت ناوي نوع الشر صح? شوية. ده بيبدأ بالشر. اه زيزو. اه زيزو شر يا عام. اه زيزو النهاردة الناس كلها بتتكلم في موضوع التعاون السعودي. في مفاجأتين. اه. ادينا بقى المفاجأة. او. عمر جبالله بتاع المفاجأة. طيب. لا لا انا تعرف هاجي معاك سك. يالله. اه الاول اه زيزو هتبقى المفاجأة ان الرغبة الاولة لزيزو هي البقاء في ناتز زمالك. هتقول لي مفاجأة ازاي? هقول لك ما هو ما ينفعش العروض اللي جاد دي كلها للعب. الارقام دي. والعروض اللي هقول لك عليها دلوقتي. وتبقى الاولوية كمان ان انا مش مشكلة. لو انا في الزمالك الامور هتبقى كويسة. حلو. في جلسة هتعامل مع زيزو. الزمالك ادارة الزمالك كانت اه منتظرة ان موضوع الكونفيدرالية يتحسم. لانه ماتش دريمز هو اهم مغابرة في الموسم بالنسبة لادارة الزمالك. اه ها. زمالك عينه عن اللقب الكونفيدرالية فبالتالي في انتظار لان البطولة تنتهي وتحصل جلسة مع زيزو والده. زيزو مرحب جدا بالتجديد لنادي الزمالك. اه انت عارف الموضوع عرض وطلب. اه. المهم الطلبات اللي عب تتوفر بشكل مناسب ليه. فيها تقدير للفلوس اللي هو اه رفضها او اللي هو ضحى بيها قبل كده. مش هيبقى عنده مانع. بس ما تقوليش هيقدم له عرضه صغير واللي عيب هيوافق. اه. لو ما تقدم لهش عرضه مناسب ليه ساعتا هيبقى فيه كلام. حلو. لكن لو تقدم له عرضه يلقى بيه او بالعروض اللي تقدمته او باللي هو بيقدمه مع الفريق. انا بقول لك الامور هو ما عندوش مشاكل ان هو يجدد تعاقده مع الزمالك. حلو. المفاجأة بقى في ايه? اللي تقال ان زيزو عنده عرضه من التعاون. خليني اقول لك نص حاجة حاجة للحلقة اللي جاي. المفاجأة في المركز الخامس. هتيزو عنده عرض من احد انديه المربع الزهبي في الدورة السعودية. تاني. زيزو عنده عرض من احد انديه المربع الزهبي في الدورة السعودي. المفاجأة العالية الانديهة اللي في الاربع مراكز زي اللي نصر الاتحاد اهلي الاربع كباري اه يعني فهو عنده عرض من احد الانديهة الاربع خلينا اقولك تفاصيل في وقت تاني يعني عشان يعني امانة الحديث مع المصدر يعني اول حرف من الاسمه اندي ده ايه وباية الحروف والحلقة الجاي لا ما هو ان لو قلت اول حرف ما هو كلها الف ولام لا ما هو انهم بعد الاخر انا هنهضر بعد الالف ولام هتعرف خلينا معامل الحرف الخلقة اللي جاية يكون فيه نصيب فيها يعني اه فازيزو عنده عرض من احد الانديهة الاربع يعني اه فيه اهتمام كبير به ولكن زي ما بقولك على حسب وضوء الجلسة اللي هيتم عقدها لو الزمالك ان شاء الله ربنا قرمه وتأهل لنهاء الكنفدرالية وان شاء الله ده يحصل ويكون الزمالك يحلفوا التوفيق في مباراة دريم يعني ويتوج بلقب البطولة بعد نهاية بطولة الكنفدرالية مباشرة هيتم عقد جلسة مع زيزو ووالده يتم فيها عرض تجديده لنادي الزمالك لان انت عارف عقده انتهي بنهاية السنة اللي جاية بشكل واضح الاكرب لزيزو الاستمرار مع نهاية الزمالك ام كبول عرض العرض السعودي على حسب الجلسة اللي هيتم عقدها بعد نهاية الكنفدرالية انا قلت لك الكلام واضح قلت لك لو عرض الزمالك اللي هيتقدم له يليق به ويليق بالعروض اللي هو لا احوال مش يبقى نفس العروض اللي هجيله في الصور مستحيل صحك يا ده بس هتضحي بكام بقى كام في المية بالضبط فهمت فهي على حسب قريبة ولا مش قريبة قريبة ولا مش قريبة ما تقوليش ضحي بسبعين في المية من اللي جاي لك واقول لك اوكي يعني اتبعو من الان لك طي